بسم الله الرحمن الرحيم طلبة السنة الثالثة السلام عليكم إذن شوفوا اليوم أمثلة حول تفاعلات الأكسادة والإرجاع إذن بنسبة الأسئلة التي تخص هذا الموضوع بالذات لدينا إما تكون عندنا في المعطيات الثنائية ويطلب مننا إيجاد المعادلة أو يكون لدينا العكس لدينا المعادلة على الأكسادة والإرجاع ويطلب مننا إيجاد معادلات نصفية والثنائية الداخلة في التفاعل بمعنى أن تغير مطالب بحفظ الثنائيات في هذه السنة إذن شوفوا المثال الأول قالي نمزج حجما في واحد من محلول بيروكسو ديكيبريتات الصوديوم هذا المحلول محلول شاردي سيغطوه 2 كالزائد زائد S2 و 82 ناقص هذه شاردة بيروكسو ديكيبريتات مع حجم V2 من محلول مائي ليود البوتاسيون إذن كالزائد زائد E ناقص هذه شاردة اليود وهذه شاردة البوتاسيون إذا علمت أن الثنائيتين الداخلتين في التفاعل الثنائيتين دائما مؤكسة مرجع هما الثنائية الأولى والثنائية الثانية الثنائية الأولى خاصة بالمحلول الأول والثنائية الثانية خاصة بالمحلول الثاني المطلوب هو كتابة معادلة الأكسادة إرجاء إذن أول شيء رح لازم نبحث عنه هو المتفاعلات من خلال المعطاية ومن خلال الثنائية إذن حاولوا دائما ندروا إسقاط للمعطاية هنا لدينا مثلا كأس بيشر لدينا المحلول الأول اللي هو 2 كالزائد زائد S2 و 88 ناقص والمحلول الثاني اللي هو كازائز زيد الإناقس اللي هو يود البوتاسيوم بنسبة المحلول الأول راح عنده حجم V1 والتركيز مثلاً C1 وهنا مثلاً V2 و C2 نحن في المثال هذا بصادد كتابة المعادلة فقط وليس الحسابات إذن راح نركز فقط على كتابة المعادلة الخاصة بالتفاعل اللي هو تفاعل أكسادة وإرجاع إذن نبحث الآن عن المتفاعلات إذن لاحظوا من خلال الثنائية الأولى نشوفوا بأن الشاردة الموجودة في المعطاية هي S2O8 أما الشاردة هذه هي شاردة الكبريتات S4 2 غير موجودة في المعطاية وبالتالي هذه عبارة عن ناتج أما هذه عبارة عن متفاعل المتفاعل الأول تعه هو هذا وهذا سينتج منه شاردة الكبريتات ستنتج من شاردة بروكسو دي كبريتات بسبب المحلول الثاني اللي هو يود البوتاسيوم لذينا بنسبة في المعطيات لذينا كازائد زياد الإي ناقص الشاردة الموجودة هنا أو المركب الموجود هنا اللي يدخل في التفاعل هو فقط الإي ناقص بمعنى أن الكازائد غير موجود إذن معنى المتفاعل الثاني هو الإي ناقص الآن بنسبة للشوارد هذو اللي هم الشوارد البوتاسيوم في المحلول الأول المحلول الثاني هذي الشوارد المتفرجة بمعنى ما رحش تدخل فيه التفاعل اللي هو تفاعل أكسادة إرجاع إذن المتفاعلات الآن حددناهم من الثنائية الأولى لدينا مؤكسد شوفوا الترتيب بتاعه حسب القاعدة هذه اللي نعرفها لدينا المؤكسد دائما في هذا الطرف إذن هذا عبارة عن مؤكسد وهذا اللي هو الإي ناقص عبارة عن مرجع حسب الترتيب إذن دائما يكون لدينا تفاعل بين ثنائيتين مؤكسد مرجع حيث إذا تفاعل من الثنائية الأولى مرجع رح يكون من الثانية مؤكسد وهكذا الان كيفاش نكتبو المعادلة راح نحاولو نبدو دائما بالمعادلة النصفية اذا هنا عرفنا بان شوارد البيروغسودي كيبريتات هي عبارة عن مؤكسد هاي جاية فيها الطرف عبارة عن مؤكسد اذا راح تتحول الى مرجع اذا راح نقولو حدث لها عملية ارجع اذا راح نكتبو مباشرة المعادلة النصفية للارجع ونكتب الشاردة اللي هي شاردة البيروغسودي كيبريتات هنا لدينا اس 2.082 ناقص في الطرف الاول وهذه راح تتحول الى شوارد كيبريتات اس او 4.2 ناقص هذا المتفاعل وهذا الناتج اللي راح يتحول له وبنسبة المعادلة النصفية الثانية المعادلة النصفية للأكسادة هذه تخص شوارد اليود لأن شوارد اليود قلناه هي المتفاعل الثاني هاي اذا هذه حسب الترتيب راهي مرجع اذا راح تتحول الى مؤكسد راح نقولو حدث لها عملية اكسادة اذا مباشرة الوش تتحول سمي العملية اذا عملية اكسادة اذا هذا راح يكتب في جهة المتفاعلات والإي اثنين يكتب في جهة النواتش اذا نواصل اذا عدنا الإي ناقص في الطرف الاول هذا المتفاعل راح ينتج الـ اللي هو جزئات اليود إذن كلها منحلة في الماء الآن نوازل المعدلة لدينا بنسبة الموازنة لدينا بنسبة هنا الكبريت لدينا اثنين هنا لدينا واحد فقط إذن نضرب هنا في اثنين لموازنة الكبريت بنسبة الأكسوجين لدينا هنا ثمانية هنا لدينا أربعة وعندما ضربنا في اثنان أصبحت الآن ثمانية إذن الأكسوجين متوازن في الطرفين تبقى أن الشحنة الكهربائية لاحظوا بأن في الطرف الأول لدينا هنا شاردة مركبة إشارتها ناقص اثنين وهذه هي وهنا الشاردة المركبة اللي هي اسو أربعة إشارتها ناقص نين لكن لدينا شاردتين معناها نضرب في اثنين معناها تصبح لدينا الإشارة ناقص أربعة إذن نوازن بإضافة الإلكترونات والإلكترونات سالبة إذا رح نضيفه في الطرف الأول إذن زائد اثنين إلكترون بحيث تصبح المجموعة هنا ناقص نين ناقص نين وهي ناقص أربعة مجموحهم هو ناقص أربعة كالطرف الثاني وكتعريف للإرجاع الإرجاع هو عملية اكتساب للإلكترونات إذن هذا يكتسب إلكترونات المعادلة النصفية الآن للإكتساب لدينا شوارد اليود في الطرف الأول وثناء اليود في الطرف الثاني نشوف بأن اليود هنا عدده واحد وهنا ثنين إذن نظر في الطرف الأول في إثنان إذن بعد موازنة اليود نوازن الشحنة الكهربائية لدينا الشحنة هنا في الطرف الثاني سفر أما في الطرف الأول لدينا ناقص نفس الإشارة والنفس العادة إذن أصبحت المعادلة الآن متوازنة إذن نكتب الآن المعادلة المعادلة أكسادة إرجاء التي تحدث بين هذين المركبين إذن يجب أن لا تظهر الإلكترونات كما قلنا في المعادلة النهائية إذن الإلكترونات هنا لدينا 2 إلكترون وهنا 2 إلكترون راح تختازل إذن المتفاعلات لدينا S2 أو 8 زائد الشاردة يود إذن راح يعطينا S2SO4 2 ناقص زائد E2 جزئات اليود وهي معادلة الأكسادة إرجاع المطلوب شكرا على المتابعة